يا محمد بي مساء الأنوار مساء الأنوار كابتن مدحط أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أدينا فكرة كده عن الأمور مش هزاي طيب بصة كابتن هو بداية يهمني كدهوث مع جمهورك الكبير جداً أسألك سؤال بأنك أنت من الناس المطلعة على الأحوال الرياضية في كورت القدم بصفة خاصة بشكل يومي وعميق سؤال هل هناك شخص في مصر يعرف كيف تم ترشيح هذه اللجنة اللي هي جات مين اللي رشحها مفيش إجابة إيه القواعد اللي على أساسها تم اختيارها أولا الأشخاص اللي بكن لهم كل احتراموا تقديره كلهم قامت ممتازة لكن السؤال هل من المعقول يا كابتن المتحط أن يكون الجماعية العمومية اللي هي طاحبة الحق الأصيد بإدارة كرة القدم المصرية أو في شؤون كرة القدم المصرية أن تكون مغيبة بحيث أن ما فيش واحد النهاردة في مصر يقدر يقول مين اللي رشح اللجنة دية للفيفا طيب كان إيه البديل يا محمد بيه؟ نعم كان إيه البديل من وجهة نظر حضرتك؟ الجماعية العمومية طبعا هي ترشح خمسة لإدارة الكرة المصرية يعني مش بالضرورة ممكن بالتنصيخ مع الجهة الإدارية هو عنديش خضاد على فكرة لأن النهاردة هو الفيفا نفسه كسر التابوت الكبير اللي كان بيتكلموا عليه الفزاعة الفيفا والتدخل الحكومي هو كسر بالتدخل بتاعه أصبح النهاردة التعيين قاعدة ممكن يرتكز عليها أي نادي بعد كده أي نادي ممكن يشيل مجلس الضربة يتخبط ويعمل تعيين النهاردة فيه محطة النبدأ ده بالقرار اللي هي عملته فأنت النهاردة مافيش لو سألت أي مواصل فماس أي بسقول مين اللي هو رشح هذه اللجنة مافيش إجابة طب إيه هي الطواعي؟ لا أكيد فيه إجابة يعني بس هو حضرتك الاعتراض أنه كان يجب أن الجماعية العمومية تكون في الصورة في هذا الآن طبعا 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 تغييب الجماعية العمومية بهذا السجاجة بقى شيء كان صعب جدا نمرة اثنين اللجنة دي في حد ذاتها غير ما نوت بيها الحالة اللي احنا فيها أشرح لك ذلك هي فعلا في لجنة اللي هي التطبيعة دي اللي بيوم بيها لا اختصاص للنظر في بعض الظروف الاستثنائية في أي اتحاد في العالم اللي حصل الظروف استثنائية لكن المادة تتكلم عن عزل يتم من ناحية الفيفا ولا بد أن يتم بالتنصيخ مع الاتحاد الاقليمي اللي هو الكاف يعني حتى لما يكون في حالة استثنائية تتطلب تدخل اللجنة دي عشان تعين لابد ان هو يكون فيه تنصيخ مع الكاف ونمرز التالي يكون فيه فراغ لو ان اللي هو سروة سويلا مثلا كان تقدم باستقادته من حق اللجنة يتدخل لان حصل فراغ لكن طالما اللجنة اللي هو سروة سويلا ورئيس او القائم باعمال اتحاد الكرة حاليا هو مضوط به انه يشكل لجنة او يدعو لانتخابات خلال ثلاث شهور طيب انا عندي تعقيم في الحتة دي محمد بي وهسمح حضرتك بعد كده طبعا هو طبعا وفقا للليحة انه طبعا الكابتن سروة سويلا بيتولى ادارة الامول وتسيرها ده تمام تمام ولكن الخطاب اللي طلع للاتحاد الدولي هو طلع من اتحاد الكرة بتوقيع سروة سويلا بطلب تشكيل لجنة ولابد ان الفيفا هو يوافق على ده يعني اصد اقول اللي طلب تعيين لجنة هو المسؤول والمنوت بادارة اتحاد الكرة اللي هو سروة سويلا هو بداية اللي هو سروة سويلا من هاردة اشار لنا بمنتهى الوضوح انه هو لم يرسل هذا الخطاب او معنى صحة هو لم يطلب هو كان قادر انه هو يدير لحين تتمام ما المين اللي طلب ما هو ده السؤال اللي سألته لك الاتحاد الدولي لا يستقبل اي خطابات الا من اتحاد الكرة يعني الاتحاد الدولي لا يستقبل خطابات لا من حضراتكم ولا من وزارة الشباب ولا من اي حد لا يستقبل اتحاد الكرة فقط لا هو طبعا طبعا الكلام يعني منطقي انه يكون عن طريق الاتحاد او عن طريق الاتحاد او عن طريق الوضوح لكن انا بقول لك هو فعلا النهاردة انه كان ملتزم مع الجامعية العمومية بانه هو حيدعو لعخص جامعية عمومية لتنجيل اللواجح يعني ساروت سويلم قال بوضوح انه هو لم يطلب من الاتحاد الدولي تعيين لجنة وانه قادر على ادارة الامور بمفرده لحين عقد الجامعية عمومية هي تتصرف في الامر يعني تمام ده كلام العميد ساروت اول عوار عندنا في المسألة اللجنة ان اللجنة مش مختصة بهذه الجزئية اللجنة مختصة في حالات استثنائية اللي هي مثلا فساد حصل حاجة معينة لابد انها تزيل تشيل اتحاد كرة في بلد معين هنا بتعملها ومش لوحدها يا كابت المتحط لابد الاتحاد الاخليمي يشاركها في القرار كوي وهنا طبعا الاتحاد الاخليمي اللي هو الكاف لم يتدخل في الموضوع لم يتدخل في الموضوع تجي المادة 8 من القانون المصري نتعلمين على قانون الرياضة المصرية قانون الرياضة المصرية المادة 8 آسف معلش يعني في القانون مش مهم يعني النص المادة هي بتدي في حال استقالات أو خلوة أو شغل الأماكن في الاتحادات الجهة الوحيدة الذي لها حق التعيين أو الانتخاب التعيين المؤقت أو الانتخاب هي الجمعية العمومية الجمعية العمومية وقت ما فيش حد غيره فإحنا هنا كمان خلفنا القانون المصري تمام في حاجة ليس من حق اللجنة دية تعيين مجلس دار الاتحاد في الحالتين من خلال لا من خلال سروة سويلم مش من حقها برضو لو هو طلب كده لأن في جمعية عمومية ولا من خلال اللجنة يعني اللجنة نفسها ليس من حقها أنها تعيين مباشرة ولا من خلال تعين ايه محمد بيت الشرعية ترجع هو كالموك الكلام دا كلته يستخدم عنه أنه هو يشرك الجمعية العمومية وعلى فكرة يعني هناك شكوك عندنا النهاردة في الجمعية العمومية أن اللجنة اللي جات دي عندها معلومات أن الجمعية العمومية موافقة على إجراء تعيين لجنة مؤقتة لأنها كمان لا تجرؤ واللجنة منتصرة اللجنة الفيفا لا تجرؤ على اتخاذ قرار مثل هذا القرار بمنأة عن الاتحاد الأفريقي كالتحاد إقليمي ولا بمنأة عن الجمعية العمومية اللي هي صاحبة الحق القبيل طيب أنا فهمت كده محمد بإيه اللي جاي بقى هو قرارات الجمعية العرضة اتوصلنا أن احنا شكلنا لجنة اللجنة دي هتحطت يعني الأول عن حاول اللي هي برئاسة حضرتك مجموعة أنا أحدهم يعني المجموعة دي معفروض نحن الآن هنقابل أول خطوة معالي الوزير كجهة إدارية وبرضو نفهم منه لأن احنا غيراتنا مش عارفين مين مصدر هذا القرار لابد نفهم الحاجة الثانية عن قابل اللجنة اللونبية إزاي هي خلفة قرار اللي هو خاص بالقانون الرياضة المصرية إزاي سكت على موضوع زي ده وهي البلوطة بالرياضة المصرية ثالث خطوة ناخدها خلال برضو قبل نهاية الشهر ده هنتوجه للفيبة رسميا بلجنة بوافض يطلع الفيبة ويشرح لها الملابسات بالكامل هيقابلكم إزاي الاتحاد الدولي يا محمد بيه والله لا هو من حقنا النهاردة طبقا للآتي إحنا طلبنا بتسعين نادي عقد جمعية عمومية كان مفروض إن لواء ساروت كويلم من ثلاثة أيام تنتهي المدة اللي هي لازم يعلن فيها عن دعوة الجمعية عمومية طالما العميد ساروت أو المدير التنفيذي القائم بعمل الاتحاد لم يدعو لجمعية عمومية بناء على طلب العدد دهوت اللي هو القانوني فمن حق الجمعية العمومية أن تدعو بنفسها بنسبة 50% من أعددنا وده اللي تم النهاردة إن احنا وصلنا للعدد دهوت فإحنا من حقنا النهاردة نخاطب الاتحاد الدولي بموجب الحيثيات اللي أحكي عليها ومن حقنا حاجة تانية إن احنا النهاردة بصراحة ده توجيه اتهام رسمي للفيفا إنها تدخلت عن طريق جهل أو تضليل الله أعلم ولكن السؤال اللي بسألته برضو برجع لك داني مين يقدر يجاوبنا يقول لنا مين الجهة أو مين الشخص أو مين الاتحاد اللي قال اللي رشح الناس دول ما احترمنا لهم انت حاكت أتوقع مين أتوقع مين يا محمد به بص أنا أقول لك على حاجة كابتن عشان يكون صريح والتعرف إن أنا صريح طلعب بالزبط أولا إذا كان الدولة فطبعا تعرف إن في حاجة اسمها إن ما فيش تدخل حكومي إحنا النهاردة الجمعية بما فيها الجلسة بتاعت النهاردة كلنا موافقين على إن الدولة تنقذ الكرة المصرية وقلنا بالنص كده إن لو لا المنحة التي منح لنا الرئيس بعد أعقاب الموقف بتاع الأمم الأفريقية ولو لا المنحة الإلهية اللي جات لنا إن يحصل للاستقالات دهية ما كناش في الموقف ده فإحنا ما عندناش منع إن الدولة تتدخل لصالح المنظومة بالطريقة القلونية بذي مش تدخل ضد القواعد الدولية الدولة تتدخل بس الدولة لما تتدخل دي قواعد يا كابتن متحد دي حاجة اسمها جمعية العمومية لماذا ليه نحينا الجمعية العمومية بالكامل سؤال يا كابتن متحد هل الجمعية العمومية 222 أو 224 نادي ما فهمش اتنين ثلاثة كان ممكن يكون في داخل اللجنة أو واحد لا ممكن جدا طبعا ممكن جدا فالقرار والطريقة اختيار والاسلوب والغموط في مين هو اللي رشح مسألة تدعو ان احنا بنادعو بعله هو طبعا كان ممكن كل اللي حاجة بتقوله ده لا يصار على الإطلاق لو العميد ساروة سويلم قال ان هو اللي بعت بصفاته رئيس صحيح بعمال رئيس الاتحاد للاتحاد الدولي وطلب تعيين لجنة كل ده ما كانش هيبقى محل حوار لو طلب تعيين لجنة برضه لابد ان هو يشرك الجمعية العمومية لا ما هيدعو بعد كده هيدعو جمعية عمومية تنعقد في خلال المدة القانونية وتيجي الجمعية العمومية وتقول رأيها في الأمور وكده وكده يعني انت عزي سيادتك ان هوت ان تكون الأمور بشفافية وليس بعمود ده اي حاجة طبعا لستبقى بشفافية ده اكيد يعني تمام طيب وبعد كده ان شاء الله انتوا تنتوي تعملوا بقى جمعية عمومية لتعديل لأيحة النظام دعينا الجمعية عمومية دعينا الجمعية عمومية بعد تقريبا شهر من الآن يوم واحد واثنين اعتقد جمعية عمومية غير عادية جمعية عمومية غير عادية للنظر في ان احنا تغيير اللوايح ايه لتغيير اللوايح وتعديل اللايحة الأساسية فده البند الأساسي في الموضوع ده وفي نفس الوقت هنناقش طبعا البسألة وبعد هذا النهاردة الجمعية بالكامل رفضت القبول هذه اللجنة باعتبار ان اللجنة دي لم تكتسب شرعيتها من الجمعية العمومية ولم يعلن عن الطريق من اللي هو رشحها ولم يعلن عن آلية اختيار القرار ده طبعا هتاخدوه في الجمعية عشان يبقى قرار رسمي يعني انه حيؤكد في الجمعية بقى في الجمعية العمومية يعني بقى هو ده قرار رسمي في الجمعية العمومية مظلوط جدا اه لانه ده اللي هيعتمد في هذا التوقيت يعني اه طيب يعني هذا هو الأمر وبالتالي انتو مش موافقين على الوضع الحالي وترتاو انه لابد ان يكون انا بس نفسي اقول حاجة محمد بيه اتفاضل اخشى ما اخشى انتو ال 92 نادي اللي طلبوا عقد جمعية عمومية هل فيهم نادي واحد في الدولة الممتاز اه هو طبعا ده سؤال ذكي ولكن ده مش عيب الجمعية العمومية لا لا انا سؤال بس عشان الناس تبقى فاهمة يعني ده سؤال انا معرفش اجابته حيك لتقولي اجابته لا يعني انا اقولك ما فيش حد من الاندي الدولة الممتاز ولكن انا اقولك على حاجة على سبيل المثال في تأييد من مجموعة مهمة جدا للانتجاه الجمعية العمومية على رأسهم طبعا النادي سموحة والسيد محمد مصرحي نادي الاتحاد نادي الاهلي نفسه بيقيد جدا جدا طب ما يبعد طلب طب ما يبعد طلب ولكن الاندية دي اعتادت خلال السنوات الفترة انها ما بتحضرش الجامعات العمومية لازباب عندها طيب انا اخشى ما اخشى محمد بيه انه الجامعية العمومية تتخذ قرارات خاصة بالمسابقات تضر كرة القدم المصري يعني احنا خلينا نكون صراحاء وانا بكلم كده على المل وكل اعضاء الجامعية مفترض ان هم سمعيني دولة الروسالة الاندية انه كل واحد عشان نتكلم بالشفافية بتاعت حضرتك عنده مصلحة لنا ديه طبع اللي في القسم الثالث عايز يبقى في يوم وليلة في القسم الثاني واللي في القسم الثاني مش عايز ينزل للقسم الثالث وعايز يوسع على المسابقات دي امور في منتهى الخطورة يا محمد بيه على كرة القدم المصريح دي في منتهى الخطورة طب هتعملوا ايه لما تجتمعوا وتلاقي انه الطفان جاي لك وساعتها قرار هيبقى جماعي ولا تملك حضرتك او حد صحيح بس مش عايز في رأيك ايه يعني ده ده انت لمست نقطة من اخطر الامور في الجامعيات العمومية بصفة عامة ولكن انا هقولك يا كابس النهاردة كنت بناقش موضوع اكبر بكتير بين موضوع المسابقات المسابقات طبعا مهمة جدا النهاردة وطبعا كان ليك مندوب في قلب الجلسة واول شيء اول مواحد من الناس قاموا بيتكلم على مصلحة شخصية رغم ان كنت مقايد لوجهة نظره بينه وبينه اول مقام بيتكلم على مصلحة شخصية لنا دي رح تمازك الميكروفون وقلت الجنيع الحاضرين من فضلكم من فضلكم الى احنا عايزين نتصدى لصالح الكرة المطرية كل واحد يكون فيه امكار ذات حدش يجيب سلطنا دي خالص ولا حد يجيب مسألة الصعيد ولا سينة ولا بحري احنا جايين نتكلم على استراتيجيات لخص الكرة القادمة المصرية فلازم ننقى بنفسينا عن هذه الامور الراجل نفسه اللي كان بيتكلم رفع ايدي وقال لي انا بعتذر هل تتوقع حضرتك هل تتوقع هيك محمد بيه في الجمعية العمومية الرسمية مش هيحصل تربيطات من مجموعة ليست بالقليلة وساعة الامر اللي لازم بقى لما تأخذ القرارات يصوتوا عليها ويختفوا القرار واحنا حضرنا جمعيات وعارفين طبع 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 وده في منتهى الخطورة يا محمد بيه صدقني انا متأكد ومتفق معك تماما وعارف دي قافة من افات كرة القدم المصرية ولكن انا ازعم ان الجمعية العمومية الحالية فيها نسبة كبيرة جدا من الناس اللي بفهمها متغيرة ولكن تبقى النفس البشرية تميل الى الصالح الشخص مفيش كلام في كده لكن طبع علاج هذا الموضوع ايه ان نلتقي جميعا ان نلتقي الدولة مع الجمعية العمومية مع الاتحاد القائم مع الاعلام ومثل في سيادك ومثل في البرامج الثانية لابد نغير المفاهيم لابد الناس تفهم ان في الاخر احنا عندنا امبار حولدنا في شوية تنظيم اداري بسيط هدوا بطولة العالم في كرة اليد صح والله يا كابتل متحة وانت ادرا ان احنا قادرين ان احنا في كرة القدم يكون لنا مكانة عالمية محترمة بشوية تنظيم وشوية تفاهم وشوية ادارة ببساطة جدا ادارة احنا اللي عمليه ماشي عشوة ايه يا كابتل حديك مثال يا كابتل متحة ارجو ان برضو صدرك يتسع ليه هل من المعقول يا كابتل متحة ان تدار كرة القدم المصرية بشخص واحد المثال هل بتصدق حضرتك ان جميع مسابقات الكرة في مصر براعب ناشئين كرة قدم نسائية بتاع الدالة الشاطئية كل المسابقات بتطلع من عب شخص واحد في التحالي الكرة فين توزيع المسئوليات ليه مفتوع الصعيد ميدلوش المسابقات الصغيرة دي عندهم ليه ميدلوش للأدوار التمهيدية من الكاس مصر ليه ميدلوش لنفسهم برامج تنمية ليه ميدلوش لنفسهم الاكاديميات ويدخلوا داخل المناطق دي ويشغلوا نفسهم ليه احنا بنحط كل الامور في يد شخص او شخصين ونقول هي دي الادارة لا دي مش الادارة يا كابتل متحة مشكلة الاتحاد السبب مع احترامي لهم كلهم اصدقائنا وحبيبنا ان كانت الادارة مش هما بس واللي قابليهم كمان كانت بتقوم على اربع نوعات الهيمانة والسيطرة والاستحواذ والتجاهل هيمانة وسيطرة والاستحواذ وتجاهل وكان اختارهم التجاهل لما بتروح للاتحاد تسأل عن اي موضوع يعجز اي رئيس نادي ان يصل الا بواسطة عشان يعرف اجابة اي سؤال عايزه دي مش ادارة يا كابتل انت بتسألني ازاي نتخلص من التربيطات اللي بتحصل لما الناس تصق ان الادارة ادارة صافية ادارة الصالح الكرة المصرية ادارة ملهاش اي اغراض في سيطرة لها ارادة في رفع قيمة البنتج اللي احنا كلنا تحت بظلته طيب يا محمد بي انا طبعا بتمنى لكو كل توفية يا رب ان شاء الله وتكون الجمعية العمومية على وعي كامل بمصلحة كرة القدمة المصرية بعيدا عن المصالح ان شاء الله كل توفية يا محمد بي بشكرك اشتركوا في القناة